أستاذ نادي الشهابي رئيس حزب الديل الديمقراطي معنا أستاذ نادي أهلا بك أهلا وسهلا أهلا بك أهلا بك أهلا بحضرتك يا فاندب عليش انقطع الاتصال وفقدنا التواصل مع حضرتك كنت تتحدث عن الأحزاب السياسية في هذه المرحلة وما قدمتم من تواجد وعمل على أرض الواقع الأحزاب السياسية هي رقم صحيح في هذه المرحلة في ظل الانتخابات الرئيسية التعددية الأحزاب المنتخبات الرئيسية هي انتخابات حزبية بمتياز ثلاث رؤساء أحزاب جدئين بيخوضوا الانتخابات باسم أحزابهم ومرشح رابع سيد المرشح فتاح السيسي مستقل ولكن بيأيود ويدعموا حول السياسة نصري هذه الأحزاب السياسية ما بين حملاتها الأربعة خاضت الغمار المعركة الانتخابية الإعلامية والدعائية ونزلت للشارع المصري في طول بلاد وعرضها من أسوال إلى دميات ومن مرسمة أخرى الفاهرة عقد المؤتمرات الحاشدة وعقد الفعاليات المستمحضور ويحثوا الجماهير على المشاركة في الاضطراع على أساس أن هذه المشاركة يتعطلها خط الدفاع أول عن الدول المصرية ويتواجه كل التحديات الخارجية ويتحديات تهدد الأمن القومي لفظة ثلاث لذلك إذا شاهدنا اليوم مشهد أيقبال كثير غير مصبوك لا محليا ولا خارجيا على التصويت في اليوم الأول والثاني ومتوسطين في اليوم الثالث فهذا فيها عدة عوامل منها طبعا أداء الأحزاب السياسية التي أصبحت موضوعها تماما وهي الأمر أن دون أحزاب السياسية ليس فقط كان ابن هذه المعركة الانتخابية الإعلامية ولكن هو ابن الحوار الوطني الحوار الوطني الذي دعا ليه الرئيس السيسي بدون إقصاء أحد وبدون خطوط حمراء هذا الحوار الوطني كانت بداية حقيقية لحياة سياسية ساخنة متحاركة وليست ساكنة أو محل كسير كما كانت أبل دعوة الحوار الوطني ولذلك كانت أعظم تمهيد الانتخابات الإعلامية الحالية هي تلك الحوار الوطني وما شاهده من حوارات ساخنة في قضايا حوالي 113 قضية في المحاور الثلاثة هي كانت شاهدا أعظم تمهيد الانتخابات الاسية فجال هذه الانتخابات والحياة والحياة الحكومية في بصر المتحاركة والأحداث تسعى أن تلعب دورها كمكون النظام السياسي في البلاد فشاهدت لحظة ميلاس حقيقي لحزاب السياسية من خلال تحركت بطول البلاد وعرضها تخاطب المواطن المصري وتبصره ودد أمامه أهم التحقيق باوجة دولة مصرية وبالطلبه أنه هو يعني يؤكد كما أكد على مدار تاريخه طويل بأنه عندما يشتد بالوطن المحل والتحديات فإنما المحل المصري بيرتفع إلى مستوى كل الآمال والأحليم الوطنية وبيقتحف وبيرتحك بدولته وبيع معها كتف بكتف وده ما شاهدنا اليوم من هذا الاطبال الكثير وهو الذي قلت لنا ابن الأحداث السياسية وحركتها وأيضاً ابن الإعلام المصري الإعلام المصري لها بدور هايل جداً في تحريك الناس بالهل لحزب الكنبة من جذوره عندما دخل إليهم إلى بيوته وأبصرهم بالتحديات التي تواجهتها وأيضاً أعلن أن الانتحامات بشكل محايد لأن الإعلام المصري نجح في أن ينقذ صورة محايدة لكل الحمالات المرشحين الأربعة بشكل محايد وبشكل أكثر مراعب لأن شركة الحمالات الألغية ودخل شركة خاصة منحة كل مرشح من المرشحين الأربعة وحملاتهم 100 ديئة مجانية لذلك كان أحد أسباب الكثافة لشاهدناها في اللجان أو أمام اللجان أو عند التصويت كان ابني الإعلام مصري ثم العامل الأهم وهو الإدارة الذكية والمحايدة للهيئة الوصولية للانتخابات التي عنات منذ يوم أول أنها تقفع المسافة واحدة وأنها سوف تتجير عن انتخابات حرة ونزيها وتبقى لأعلى المعايير العالمية لذلك الإعلام الغربي عندما حاول كان بيئة الصورة هو عنام مصرصة للوطن لم يجد أمامه لأن ينقل الصورة حقية لأنها الأهم المحلي وشهدها على الواقع بأن هذه الانتخابات انتخابات غير مصبوقة وأن خلق المصريين مظهر على رقي وواعي وتحضر هذا الشعب الذي يؤلم دينا كلها النمصة العافية على المخصص والنمصة العافية قادمة أشترك جزيل الشكر أستاذ ناجي أشهابي على هذه المداخلة الثرية وأذكر أنك رئيس حزب الديل الديموكراكي شكرا جزيلا لك